شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة صباح اليوم حفلة خريج الدفعة الثانية من برنامج الدبلومات المهنية في التراث وذلك في مقر معهد الشارقة للتراث بالمدينة الجامعية في الشارقة ضمن متابعته الحثيثة لكافة الأنشطة الأكاديمية في إمارة الشارقة حضر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة حفلة خريج الدفعة الثانية من برنامج الدبلومات المهنية في التراث وذلك في مقر معهد الشارقة للتراث بالمدينة الجامعية في الشارقة بدأ الحفل بوصول صاحب السمو حاكم الشارقة إلى مقر المعهد حيث استقبل بالأهازج الشعبية ثم انتقال سموه والحضور إلى مسرح المعهد حيث بدأ التخريج بعصف السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة بعد ذلك ألقى سعادة الدكتور عبد العزيز لمسلم رئيس معهد الشارقة للتراث كلمة أكد فيها أن معهد الشارقة للتراث بات يعد صرحا علميا وأكاديميا وثقافيا يعمل على ترسيخ المعارف التراثية والفنون الشعبية من خلال الدبلومات المهنية التي أطلقها وشملت عددا من التخصصات المهمة في مجال التراث الثقافي وبإشراف نخبة من الأكاديميين والخبراء والمتخصصين الحفل تخلى له أيضا عرض فيلم قصير حول برامج الدبلومات المهنية المطروحة التي اعتمدها المعهد مطلع العام الماضي حيث بلغ عدد خريجي الدفعة الثانية ثمانون خريجا في الدبلومات الستة التي تعتبر الأولى من نوعها في العالم العربي وتتصل بالتراث الثقافي بشقيه المادي وغير المادي وتتوزع على عدة مجالات هي إدارة المؤسسات الثقافية والجمع الميداني للتراث وإدارة التراث الثقافي بالإضافة إلى إدارة المتاحف وتراث العمراني وترميم المخطوطات والوثائق التراثية الخريجون أيضا كانت لهم كلمة ألقاها بالنيابة عنهم عبدالعزيز الجروان أكد فيها أن إمارة الشارقة بأبت على نشر العلم والمعرفة وتطوير مهارات الإنسان لإيمان صاحب السمو حاكم الشارقة بأهمية العلم والمعرفة في التنمية البشرية وبناء الأوطان كما قدم الجروان باسم الخريجين شكره إلى صاحب السمو وشيخ دكتور سلطان بن محمد القاسم لتفضله بحضور حفل التخريج أقب ذلك تم الدعوة صاحب السمو وشيخ دكتور سلطان بن محمد القاسم عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة لتسليم الخريجين والخريجات شهاداتهم مهنئا لهم هذا الإنجاز وراجيا لهم التوفيق والسداد في مجالات عملهم الثقافية والتراثية الجدير بالذكر أن معهد الشارقة للتراث كان قد أقر برنامج الدبلومات المهنية في التراث ليتكامل الجانب العملي والميداني مع الجانب الأكاديمي للمعهد إذ يتضمن البرنامج قرابة 35 ساعة معتمدة في كل مجال يتوجب على المتدربين حضورها بواقع 70% على الأقل وعلى إثرها يمنح المعهد الطالب الذي يدرس تلك الساعات شهادة معتمدة